اشتركوا في القناة سلسلة حلقات فلسطين الحلقة دي مهمة جدا بتتكلم عن دور مصر وشعب مصر التاريخي لنصرة القضية الفلسطينية وخصوصا الايام دي بعد الغزب الحقير على غزة وتدميرها بس ان شاء الله ربنا حينصرهم يلا يا جد يلا حبيبتي اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج عن قرب مع امل الحناوي نواصل معكم حلقات فلسطين بين الماضي والحضر والمستقبل وفي حلقاتنا الثامنة والاخيرة اليوم سانقش مع ديوف الكرام الدورة المصرية لدعم القضية الفلسطينية ابتداء من الاشراف على الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة عام 2005 مرورا بمحطات المصالحة الفلسطينية وصفقة شاليت وإعادة اعمال غزة وصولا إلى جهود القاهرة في انهاء العدوان الاسرائيلي على القطاع والتصدي لمخططة اسرائيل التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية فسلام عليك يا فلسطين حتى يعمى فيك السلام كيف تم انسحاب اسرائيل من قطاع غزة في عام 2005 وما هو الدور الذي قامت به مصر في الاشراف على هذا الانسحاب مصر كان لها دور كبير في التوصل إلى الانسحاب احد الجانب في 2005 من قطاع غزة لأن الشعب الفلسطيني لم يكن يرى البحر البحر غزة كان بسلسلة من المستوطنات الجيش الاسرائيلي يسيطر على الساحل الجيش الاسرائيلي لديه سجون داخل قطاع غزة لديه قواعد عسكرية داخل قطاع غزة فبالتالي الجانب المصر كان ليه دور سياسي في اقناع شارون بانه ينسحب من قطاع غزة بالكامل ويفكك المستوطنات على غرار ما تم في سيناء واخرها كان يميت شارون خد قرار بالانسحاب الاحدى من قطاع غزة في 2005 شارون كان يهمه تماما أن تكون مصر أن تكون مصر هي الدولة الرئيسية التي تشرف على الانسحاب من قطاع غزة زي ما احنا شايفين عور فيين 14 كيلو الحدود المصرية بين قطاع غزة هنا عايزة أقول نقطة مهمة قد يعني لا يعلمها الكثيرون شارون طرح وهو يتحدث عن الانسحاب من قطاع غزة كانت رؤية شارون يستمر الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح ويستمر الاحتلال الإسرائيلي لمحور فلادلفيا محور فلادلفيا داخل غزة من شو مصر 14 كيلو لمن إسرائيل احتلت قطاع غزة من 67 حتى 2005 وعملت حاجة اسمها كوريدور كده اسمه محور فلادلفيا عند قطاع غزة مش نحيتي على الإطلاق كل من يتحدث عن محور فلادلفيا يجب أن يعلم أننا يتحدث عن منطقة داخل قطاع غزة وليست داخل مصر عندما طلب شارون من مصر أن تشرف على الانسحاب كان موقفنا موقف القادة السياسية واضحا وقاطعا لن نشرف على أي انسحاب في قطاع غزة إلا إذا كان هذا الانسحاب شاملا لجميع مناطق قطاع غزة وبالفعل وافق شارون وروحنا وانا برضو الدولة شرفتني وكرمتني كنت عضو في الوافد الأمن المصري وأشرفني على الانسحاب الإسرائيلي هنا برضو في نقطة كمان مهمة الإسرائيلي كانوا موجود في قطاع غزة حوالي 14 مستوطنة ومعسكرات وقواعد عسكرية كان تقدير شؤول مفاز وزير الدفاع الإسرائيلي آن أزاك أن هذا الانسحاب وإسرائيل بتنسحب هيحصل نوع من ضرب سواريخ محاولة الاعتداء على اليوم هم خارجين بنسبة خسائر 1% رحنا قطاع غزة قبل الانسحاب بفترة أنا وزملائي في الوفد الأمني عملنا اجتماعات مع جميع القيادات الفلسطينية من 2000 جميع القيادات الفلسطينية جميع التنظيمات وأبلغناهم الرسالة التالية احنا جينا النهاردة نشف على الانسحاب حتى تنسحب إسرائيل من قطاع غزة وأشرفنا على الانسحاب وانسحبت إسرائيل بمستوطنيها وجنودها بدون أن تطلق طلقة واحدة من أي تنظيم من تنظيمات الفلسطينية اللي احنا نصقنا معهم في هذا الأمر وأصبحت غزة منذ سبتمبر 2005 محررة ليس بها مستوطن وليس بها جندي إسرائيل وهنا كان نجاح مصر كان مبهر للعالم كله إن احنا أشرفنا على الانسحاب وتنبقى الانسحاب في مناخ آمن بنسبة 100% يعني هو دايما فيه ظروف معينة هي اللي بت بتملي يعني إجراءات معينة على الجانب الإسرائيلي أنا أعتقد أنه أيامها كان فيه إحساس بالذات من شارون إنه هذا القطاع هو عيب على إسرائيل ويجب الانسحاب منه فده يعني أيامها كان هو ده الظرف السائد اللي جعل الانسحاب يمكن بعد كده بروز بقى قوة حماس على الأرض أدى إلى تغير في الموقف بالنسبة لنظرة إسرائيل لغزة فما ندرش إن إحنا نحكم على إن دي سياسة إسرائيلية أصيلة لكن هي سياسة إسرائيلية نتيجة ظرف معين في ذلك التوقيت أدى إلى فكرة الانسحاب لكن هو اللي باجرح علي مختلف تماما عن فكرة الانسحاب 2005 كانت قرار إسرائيلي بأنه استمرار في غزة حيبقى مكلف بالنسبة له إلى جانب إنه شارون يعني عقدته الصيونية كانت إن الأصل في دولة إسرائيل هي الضفة الغربية وبالتالي إنه لا يستطيع أن يفعل لتنين مع بعض بعد كده مسألة الانسحاب بيبقى فيه مسألة أولا فيه وسيط ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية وشارون وإسرائيل لأن إحنا دولة على علاقات دبلوماسية معهم تاني حاجة الشروط ده حتكون إزاي داخل القطاع إيه علاقة مصر بالقطاع كل الحاجات دي مصر ده كان دورها زو طبيعة دبلوماسية وسياسية إنها تدي للفلسطينيين أرض محررة يقيمها لها يعني إما إن لم يكن دولة ولا إنما بداية الجزور الرئيسية للدولة من مؤسسات من إلى آخره أنا مصر ساعدت في ذلك كثيرا وقعت في 28 سبتمبر آآ الفين الحادثة الشهيرة اللي هو إيريل شارون آآ رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك قام بدخول المجلس الأقصى فتظهجرت انتفاضة الأقصى في ألفين وفي هذه المرة كانت انتفاضة مختلفة عن انتفاضة ألف سعمائة سبعة وتمانين إذ أنها جمعت بين الانتفاضة الشعبية المدنية وبين الانتفاضة المسلحة وفعلا كان هناك نضال مسلح أخذ شكلا شديد القوة في قطاع غزة لدرجة أنه إيريل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أعلن فك الارتباط من جانب واحد بمعنى أنه أعلن أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من قطاع غزة من جانب واحد دون أي اتفاق أو أي ترتبات بل الأكثر من هذا أنه أعلن في سابقة هي الأولى من نوعها أنه سيفكك المستوطنات القريبة من قطاع غزة حتى تكون بعيدة عن مرمى ضربات المقاومة وفي هذا الإطار انسحبت إسرائيل من قطاع غزة لكنها بقيت محتفظة بالسيطرة الأمنية عليه بمعنى صحيح ليس لها قوات في الداخل لكن أي محاولة تشعر منها بتحديد لأمنها بتقوم بالعدوان على غزة وبعد تالي اعتدت على غزة في 2006 و2008 2009 و2014 وصولا إلى ما نحن فيه الآن في 2023 2024 يعني في 2005 عندما تعرضت إسرائيل إلى مقاومة شديدة في قطاع غزة المقاومة الفلسطينية كسفت عملياتها داخل المستوطنات كان حال 21 مستوطنة داخل قطاع غزة وبالتالي حدث مقاومة شديدة جدا وهناك كان مقتل ثلاث جنود من الجنود الإسرائيليين في 2005 كانت هي يعني القشة التي قسمت ظهر البعير وقام شارون من جانب واحد بالانسحاب ولكنه قبل أن ينسحب اتصل بالجانب المصري وقبلغ الجانب المصري بأنه سينسحب من جانب واحد دون الاتفاق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وإذا قامت حركة حماس أو أي مقاوم بخصف الجيش الإسرائيلي في حالة الانسحاب سيقوم شارون بتدمير قطاع غزة وبالتالي تدخلت مصر وجاءت فريق أمني مصري إلى داخل غزة وتحدث أيام دون أي إطلاق لنار واحد فقط وكانت عملية الانسحاب ستفشل في اللحظات الأخيرة عندما تمسك شارون بأنه سيسيطر على معبر فلاديلفي ولكن مصر في ذلك الوقت ضغطت عليه وأكدت بأنه يجب أن ينسحب انسحابا كاملا وهنا جاء اتفاق فلاديلفي بين مصر وإسرائيل بأنها ستقوم بنشر 750 من عناصر الشرطة على الحدود لضبط الحدود المصرية الفلسطينية في جهاز الجانب وأيضا كانت هناك اتفاقية المعابر التي كانت إسرائيل تريد السيطرة على المعابر ولكن مصر رفضت أيضا وتم توقيع اتفاقية المعابر بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل وكان الاتحاد الأوروبي طرفا سالسا في هذه الاتفاقية ضامنا ولكن بعد أن قامت حركة حماس بالاستلاء على قطاع غزة في عام 2007 وخرجت السلطة الوطنية الفلسطينية المعابر أصبح سنائي بين الفلسطينيين ومصر إلى وقتنا هذا إلى وقت هذه الحرب ومصر لعبت دورا كبيرا جدا في موضوع الانسحاب ويعني تهيئة الأمور حتى انسحبت إسرائيل من كامل قطاع غزة يعني إسرائيل انسحبت من قطاع غزة زي بيكوننا نقول من جانب واحد جانب أحادي مصر كان لها دور مهم في هذا الإطار في يعني دعوة الفلسطينيين عندما حدث شقاق بين حماس وفات إلى التهدئة الإصلاح فيما بينهم العمل على التأكيد على الحقوق الفلسطينية كل دي الحقيقة كانت أدوار مقدرة بتبزولها مصر وعلى مستويات مختلفة يعني المستوى السياسي والدبلوماسي بالتأكيد المستوى الإنساني مستوى عادة الإعمار الدعم بالأغزية والمساعدات وده حتى اللي بنشهده الآن في الأزمة الأخيرة ما هو الدور الذي قامت به مصر في دعم وتيسير عملية المصلحة الفلسطينية منذ إعلان القاهرة عام 2005 وحتى الوقت الحالي طبعا مصر مبكرا كانت لديها الرغبة والإرادة والمساعي الحميدة لكي يتم رأب الصدع حتى قبل أن يندلع بهذا الشكل المقيد وعلى هذا النحو كان اجتماع 2005 وإعلان القاهرة 2005 الذي شجع على إجراء انتخابات وعلى عدم اتخاذ نبرة تصعيدية بين الفصائل وتجنب الفتن والتفتيت وكان هذا عامل مساعد لكن طبعا كان فيه برضو في المقابل أجندات أجنبية كان فيه رؤى بتعبس في هذا الملف رؤى ضيقة فبالتالي لم يكن هناك تجرد لم يكن هناك إنكار للذات وتم تصعيد النبرة وحدث الانقسام بين الضفة وغزة أعتقد لم تترك مصر طريقا إلا وترقته لعمل هذه المصالحة رغم أنه في الحقيقة فيه أمور يعني لو أنا بفكر في الموضوع أنه المصالحة بين مين بالزبط المصالحة بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطيني دي جهود مستمرة وده برضو يعني ندى أنه عليه استراتيجية واصرية عملية سلام لازم يكون فيه أولا توافق فلسطيني فلسطيني ما أعتقدش أنه يعني الأمر دوت سهل على الإطلاق دائما يكون فيه مصاعب عدة محاولات جرت هنا في مصر وفيه أماكن مختلفة من الجمهورية حتى مش في القاهرة بس وفي إدارات مختلفة مصرية ولكن ده كان دائما أسلوب مصري واضح ولكن ما أعتقدش أنه حتى الآن يعني إنتاج إيجابي في إطار المصالحة الفلسطينية الفلسطينية الحقيقة أنه دور مصر في المصالحة الفلسطينية هو الدور الرئيسي دائما لأنه مصر تدرك جيدا أنه لا نجاحة للنضال الفلسطيني من أجل تحقيق أهدافه إلا بوحدة وطنية فلسطينية وبالتالي مصر لعبت دائما دورا في تحقيق هذه المصالحة وهذه العمليات الحقيقة شديدة المشقة لأننا نحاول أن نجري مصالحة بين أطراف متعارضة أيديولوجيا يعني مثلا المشكلة الآن بين حركة فتح وبين حركة حماس وهناك تناقضات فكرية بينهما ولذلك جهود تحقيق المصالحة جهود في منتهى المشقة وتنطوي على تفاصيل شديدة الدقة مصر كان لها دور كبير في عملية المصالحة بين الأشقاء الفلسطينيين بين حماس والسلطة الفلسطينية وخصوصا أنه كان فيه يعني تناقضات تحدث في بعض الأحيان بين الجانبين كان فيه يعني وصلت الأمور في بعض الأحيان حتى إلى مرحلة مجبهات مسلحة إذن مصر كان لها دور على الدوام في العمل على التوفيق بين الجانبين بين حماس وبين السلطة الفلسطينية حقيقة يعني مصر ودول عربية أخرى مش مصر بصر اللي حولت كثيرا إنها تجد طريقا لإعادة اللحمة في الحركة الفلسطينية ودي ظاهرة إنه كثير من حركات التحرر حصل فيها انقسامات لو حصل لو إحنا رجعنا للتاريخ القريب في العالم العربي في مرحلة محاربة الاستعمار والحصول على الاستقلال هنجد انقسامات بين حركات التحرر في اليمن حصل وفي وفي سوريا حصل وفي جزائر حصل لكن رغم تعدد محاولات الوساطة يعني عقدت اجتماعات كثيرة وبحضور مصري وبدون حضور مصري وتعددت هذه الاجتماعات لكن تعقد هذا الموضوع بشكل يعني يعني اصبح الامل فيه يتلاشى فمصر بتحاول في هذا المجال لكن لحد الوقت ما اتحققتش نتائج المرجوة نعم يعني ملف المصالحة الوطنية من عام 2005 حتى الآن يعني المصر هي العنصر الرئيسي في هذه المفاوضات وكذلك بقرار من جامعة الدول العربية الجامعة الدول العربية كلفت مصر بانها تتولى موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية كان في اجتماع الفصائل عام 2005 هنا في القاهرة وكان خرج بيان مهم جدا من اجل ترتيب البيت الفلسطيني والوحدة الوطنية الفلسطينية ودعم الوحدة الوطنية الفلسطينية ولكن بعد عملية الحسم في او ما تسميه استيلاء حماس على قطاع غزة في عام 2007 وتم اخراج السلطة الوطنية من قطاع غزة حدث الشقاق وحدث المشاكل بعد هذا الموضوع ومنذ 2007 وحتى الآن مصر في جوالات من المصالحة الوطنية الفلسطينية مع الطرفين من اجل اعادة اللحمة مرة اخرى لان الانقسام الفلسطيني كان مطلبا اسرائيليا وكانت اسرائيل تحاول بكل السبل تزكية هذا الانقسام حتى وقتنا هذا حتى قبل الحرب الحالية مصر طرعى المصالحة الوطنية الفلسطينية نحن نقدر ونثمن عاليا هذا الدور ونتمسك بالدور المصري في رعاية المصالحة الفلسطينية وود أن نذكر أن هذا ايضا قد جاء بقرار عربي ونحن نرحب بأي جهود اخرى تساند وتدعم الدور المصري في تحقيق المصالحة وتم توقيع اتفاقيات هنا في القاهرة في عام 2011 2017 وهذه الاتفاقيات ترتب عنها تشكيل لجان وهذه اللجان تمت اعمالها ووضعت اليات عمل لها لكنه لاحقا جرى تعطيل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه نحن نرحب بالدور المصري ونتمسك بالدور المصري وايضا لازلنا نتطلع الى انهاء الانقسام وتحقيق المصالح الوطنية الفلسطينية في المجتمع الفلسطيني يعني اهنا لو جبنا يعني يعني عفوا دون ما مبالغة دون ما مراءة لو جبنا كل المؤرخين السياسيين والعسكريين من خارج المنطقة العربية ودونوا كتبوا ماذا قامت به جمهورية مصر العربية من جلسات مصالحة ليس فقط ليه فصيلين فقط هما حماس في غازة والسلطة الوطنية اه او فتحة الفلسطينية في رمالة وليكن بين كافة المنظمات والفصائل الفلسطينية مصر يعني لماذا مصر هي الدولة الاكثر بلغة الارقام والتاريخ وليس بلغة سياسة او اعلام او غيرها ما لان مصر هي الدولة المخبرة بالقضاء الفلسطينية سواء كان اعتبارة من الجودة الاولى لعصر العربي الاسرائيلي مايو 1948 او ادارة مصرية كاملة لقطاع غزة اعتبارة من 1948 حتى 1967 كيف استهمت وساطة مصر في تحقيق صفقة شاليت لتبادل الاسر عام 2011 طبعا جانب المصري رأى ان هناك فشل للقوة الاسرائيلية الغاشمة في محاولة تحرير جلعات شاليت وبدعمها للمقاومة ورعايتها للمفاوضات استطاعت ان تنتزع من الجيش الاحتلال ومن تل قبيب اكتر من الف اسير داخل سجون الاحتلال كان منهم صالح العروري وكان منهم يحيى الصنوار وعدد من القيادات وتم بالفعل برامة هذه الصفقة وهو الافراج عن هذا الجندي من خلال التنصيق بين الاجهزة السيادية المصرية والمقاومة وبالفعل تم تنفيذ هذه العملية التي كان استبقها عمليات تفاوض برعاية المانية وتفاوض برعاية غربية اكتر من مفاوضات تم رعايتها من خلال جهات اخرى لكنها فشلت الرعاية المصرية التي اثبتت جدارتها ونجاعتها لثقة الجانب الفلسطيني في هذه الرعاية وفي قدرتها على انتزاع الحقوق الفلسطينية شليت خطف في يونيو 2006 انا كنت موجود في غزة في هذا التوقيت الامر الذي يجب ان اشير اليه هنا ان انا بدأنا المفاوضات 24 ساعة عقب موضوع الاختطاف يعني حاولنا ان احنا نحتوي هذا الموضوع بشكل سريع وبدأنا المفاوضات لكن حصل نعم التعصر والمفاوضات اخدت وقت اطول من كده دخلت فيها اطراف اخرى تنظيمات فلسطينية اخرى لكن كان الطرف الرئيسي مش عايز اقول الوحيد لكن لو هنتكلم بالامانة كان الطرف الرئيسي الذي بزى الجهد اليقل عن 95% ل98% في الصفقة هو مصر تفاوضنا مع حماس ومع الفصائل الاخرى ومع الاسرائيليين بين القاهرة وغزة وتل ابيب لمدة خمس سنوات ونصف مفاوضات شقة مضنية صعبة تبادل اوراق تحركات في جو احنا كنا في غزة في مناخ غير امن في هذا التوقيت كان ممكن يحصل لو احنا بنتحرك نخصف من طائرة اسرائيلية في اي اختم الاوقات لكن كان التوجيه الرئاسي لنا اننا يجب ان نؤدي مهمتنا وان ينجح هذا الامر على خير واكد يعني دون مبلغة انا هاجيب يعني او هقول اعرج على ما تناولته وسائل الام الاسرائيلية بكل سفور يعني دون ما مواربة بكل وضوح حول هذه الصفقة اللي اعتبرتها وسائل الام كافة دون استثناء صفقة ذليلة ومهينة ولم تحدث في تاريخ ودي حقيقة بالارقام لم تحدث في تاريخ اسرائيل منذ 1548 منذ اول حرب في الحروب الاسرائيلية العربية الصفقة كانت مبادلة جندي اي شخص واحد فرد اسمه شليط بالف سبعة وعشرين فلسطيني اسير حرب ومعتقل ورهينة فلسطينيين في السجون والمعتقلات الاسر الاسرائيلي يدعو نوت احرنوت وهارتس وغيرها من وسائل الماسرائيلية قالوا صفقة زليلة نعم يعني شليط اسر عام 2006 في قطاع غزة قامت قوات من ثلاث فصائل فلسطينية بالعبور عن طريق نفق من قطاع غزة الى موقع عسكري بالقرب من رفح وقاموا بقتل اتنين من الجنود واصابت خمسة اخرين واسر الجندي جلعات شليط واخذوه بسرعة فائقة ودخول ودخل الانفاق في ايطار كان هناك قصف لاطلاق النار من قبل اسرائيل وعمليات من طائرات مروحية ولكن حركة حماس والفصائل الفلسطينية استطاعوا من خلال هذا النفق اسر شليط في 2006 وظل شليط في الاسر وقامت اسرائيل بأدة عمليات عسكرية ضد قطاع غزة في ذلك الوقت من اجل الافراج عنه او معرفة اي اخبار عنه ولكنها فشلت طبعا مصر والجهود الدبلوماسية المصرية وجهود المؤسسات المصرية كان لها دور في هذا الاطار شليط دال هو جند اسرائيلي كان اسر واسرائيل قامت بغاز وكنوا تتكلم عن سلسلة غازوات بتقوم بها اسرائيل فده كان احد الاسباب التي ادى في تلك الفترة يمكن في 2006 الى غازو اسرائيلي لغازو مصر والمؤسسات المصرية والوفود المصرية الحقيقة الدبلوماسية المصرية كان لها دور كبير في التوصل الى نوع من التوافق او ما يمكن ان نسميه صفقة لتبادل الاسر وتم مبادلة شاليت بأعداد من الفلسطينيين اللي كانوا اسرى لدى اسرائيل وده طبعا كان الى حد كبير جدا بجهود مصرية ومساعدات مصرية سلام سلام غزة مصرية ما هي جهود مصر في إعادة إعمار قطاع غزة عام 2021 مصر طورت موقفها في سنة 21 وأرادت مساعدة ودعم الشعب الفلسطيني مباشرة بغض النظر عن السلطة القائمة في قطاع غزة وبدأت مصر بعمل صندوق ويمكن هي أول دولة رغم ظروفها الاقتصادية تحط رأس مال وتدعو العالم للمساعدات وبالفعل بدأت إنها ترسل جهود عينية جنب الدعم المتجي لغزة لإعادة بناء المباني اللي تهدمت وغيرها ولكن مع تطور الأمر كان هناك تعنت شوية من سلطة حماس في مساعدة مصر على التحقيق أو إنجاح جهود الإعمار ده شيء كبير جدا 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 مش هننسى إن كان فيه مبادرة رئيسية من السيد الرئيس في زل مصاعب اقتصادية بتمر بها مصر إنها تقدر إنها تكون متأكدة في غزة وفيه فعلا حاجات تم بناءها وعادة إقامتها مش عارف بعد القصف الإسرائيلي والتدمير الإسرائيلي المتعمد في مرحلة حالية إيه اللي حصل في مثل هذه الضواحي اللي تم إنشاءها في غزة؟ 2021 مصر خصصت نصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة من منطلق إنه الشعب الفلسطيني المقيم في غزة من حقه أن يحصل على خدمات وترتيبات لوجستية إنسانية وأن لمصر دور كبير في هذا؟ مصر اللي هي جهود الحقيقة كبيرة في إعادة الإعمار لغزة وفي مختلف المراحل وخصوصاً حالها بتسأل عليها في 2021 شركات المصرية والبنية التحتية الخاصة بالبنية التحتية ولديهم خبرات في ذلك كانوا يقوموا بيه الأعمال اللازمة لإعادة إعطار البنية التحتية في غزة لإعادة إعمار ما تهدم وكل ده بيمثل أيضاً نوع من المساندة للأشقاء الفلسطينيين أنا كنت لسه بقول لحضرتك أن المساندة دي لها مستوات متعددة سواء كانت سياسية أو دبلوماسية أو إنسانية أو في إعادة الإعمار أو حتى في استقبال الجرحة والمصابين إذن الدور المصري ده كان مستمر على الدوام ومازال مستمر حتى في هذه الأزمة الأخير مصر مشكورة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً مشكوراً أنه قد فتح الباب وتبرع بنصف مليار دولار لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال والعدوان الإسرائيلي في حرب 2021 على قطاع غزة ومصر فعلاً باشرت ببناء ثلاث مدن في قطاع غزة تتضمن مئات بل آلاف الوحدات السكنية لإعادة تسكين الناس الذين دمرت بيوتهم وأيضاً إعادة تأهيل الشباب الفلسطيني ومصر قامت بعمل بنية تحتية مكتملة لهذه المدن إلا أن إسرائيل وللأسف الشديد في هذه الحرب الشرسة التي اتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر قد قامت بتدمير هذه المدن وتدمير الشوارع والطرق والبناء التحتية التي شيدتها مصر لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني طبعاً بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في تلك السنة أعلن الرئيس السيسي أن مصر ستساهم في إعادة إعمار غزة بما قمته نصف مليار دولار طبعاً نحن لا نقدم نقوداً نقدية يعني إنما مصر تولت عملية إعادة الإعمار بقدرتها بمعداتها بموادها إلى آخره وطبعاً مرة أخرى فإن السياسة الإسرائيلية لم تتح لهذه المحاولة أن تتم كيف ساهمت مصر في تقديم الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني قبل وبعد الحرب الإسرائيلية على قطع غزة؟ مصر منذ اللحظة الأولى للقضية الفلسطينية وهي الدعم الرئيسي للشعب الفلسطيني وهذا الدعم يعود بجزوره إلى السلسينيات والأربعينات من القرن الماضي ثم تبنت مصر بشكل كبير إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية ولولا الدور الذي قام بير رئيس جمال عبد الناصر لما كان المستقبل النضال الفلسطيني أن يستكمل أو أن راه حتى الآن رغم الأسف على الانقسام الراهن في 2007 عندما قامت حركة حماس بالانقلاب والسيطرة على قطاع غزة كان الموقف المصري واضحا ومن المهم أن نتذكر حديث وخطاب الرئيس مبارك آنازاك إلى الشعب الفلسطيني وهو أن مصر ملتزمة بقضية الشعب الفلسطيني أي أن كان الأمر كان حديثا مباشرا ليس موجها لقيادة أو لطيار سياسي بعينه وصلت مصر بعد ذلك مساعدة الجانب الفلسطيني وخاصة في غزة خلال الحروب المتعددة التي قامت سواء بإدخال المساعدات أو بالعمل الدقوب على إكمال الجهود الخاصة بإنهاء الانقسام الفلسطيني عقدت مصر العديد والعشرات من جولات التفاوض ونجحت في تحقيق اتفاقيات كثيرة للأسف كان يتم التراجع عنها وبعد الإعلان عن توصل إلى الاتفاق أن يتم التراجع عنها في 2014 بعد أن اتخذت مصر موقفا قويا لدعم الشعب الفلسطيني في غزة ولتقديم المساعدات دعت مصر إلى مؤتمر دولي لعادة أعمار غزة ده كان بعد الشهور قليلة من تولي الرئيس السيسي للحكم في مصر وكان يمكن أول خطاب سياسي للعالم كله موجه مباشرة في هذا المؤتمر أكد في التزام مصر بالقضية الفلسطينية وثوابتها بالنسبة كثوابة كثوابة السياسة الخارجية المصرية وقامت مصر بدور كبير في جهود إعادة الأعمار للأسف لم تنجح هذه الجهود نتيجة أنه تأثير الانقسام الفلسطيني إعادة أعمار غزة يعني ما حدث في 23 هو استكمال تحطيم ما كان قد حط ملكسير منه من قبل في الحروب السابقة لأنه بعد حرب 2014 لم يتم إعادة أعمار غزة بشكل كامل نتيجة أنه الألية التي نفذتها الأمم المتحدة اللي كانت تعرقلها دايما القيود الإسرائيلية وأيضا مشكلة الانقسام الفلسطيني أدت هذه المسألة إلى بطء شديد في تنفيذ إعادة الأعمار اللي كانت مصر طبعا يعني قامت بجهود كبيرة جدا لقيادة الجهود العملية حتى داخل القطاع لإعادة الأعمار البعد الأول هو أمن قومي استراتيجي مصري البعد الثاني هو بعد قومي عربي والبعد الثالث هو مسئولية دولية تتولاها مصر في منطقة العالم العربي أو ما يسمى بالشرق الأوسط لذلك جمهورية مصر العربية كانت دائما داعا قوي واستراتيجي للقضية الفلسطينية وكانت دائما تساعد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية لتحقيق حقوقه المشروعة أما عندما اندلعت جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني جمهورية مصر العربية أوقفت خطة استراتيجية كانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنوي تنفيذها وهي التهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة لتنين مليون وثلاثمئة ألف مواطن فلسطيني كان هناك موقف قوي جدا أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد اجتماع هام لمجلس الأمن القومي المصري وهي الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني الرفض القاطع لتصفية القضية الفلسطينية من خلال قتل المواطنين الفلسطينيين من خلال تهجيرهم من خلال تدمير مقدراتهم لذلك دائما ما تجد بأن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يعتمد اعتمادا كبيرا في الإطار السياسي وفي الإطار التاريخي وفي الإطار الاقتصادي حتى على جمهورية مصر العربية الدعم السياسي مصر بتدعم فلسطين سياسيا في كل المحافل الدولية الرئيس أبو مازن دائم التنسيق مع القيادة المصرية يعني منذ بداية القضية الفلسطينية منذ يعني عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى غزة الرئيس أبو عمار ثم الرئيس أبو مازن هناك اتصالات حسيسة وتنسيق دائم بين القيادة الفلسطينية والمصرية من أجل دعم الفلسطينيين سياسيا سواء في المحافل الدولية سواء في منظمة المؤتمر الإسلامي أو الجامعة العربية أو منظمة الوحدة الإفريقية كل المحافل الدولية مصر تدعم القضايا الفلسطينية دعما كاملا وسخرت كل الدبلوماسية المصرية من أجل نصرة القضايا الفلسطينية في هذه المحافل التنسيق السياسي تنسيق وارد جدا وتقوم مصر بإمداد قطاع غزة بكل ما يحتاجه من غزاء وفتح المعابر للجرحة للعلاج في مصر بالإضافة إلى مد قطاع غزة بالكهرباء من مصر وكانت هناك مشروعات سنائية تم الاتفاق عليها في الاجتماعات الأخيرة بين الحكومة المصرية والحكومة الفلسطينية بمد قطاع غزة بالزيادة موضوع الكهرباء ومده بالمياء من مصر ولكن هذه الحرب عطلت كل هذه الجهود الإنسانية منذ بداية الحرب ومصر قدمت حوالي 70% من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة هي التي قدمتها مصر مصر منذ اللحظة الأولى وتقوم بإدخال المساعدات سواء عن طريق البر أو عن طريق الجو وتقوم بنصب المخيمات داخل قطاع غزة لأواء الفلسطينيين وتسبيت صمودهم على أراضيهم الدعم الإنساني والدعم الطبي والدعم السياسي لا ينقطع للقضية الفلسطينية سواء قبل هذه الحرب أو بعد هذه الحرب موقف مصر سياسيا موقف مشرف نحن كما قال السيد الرئيس محمود عباس مرار وتكرارا نعتبر أن مصر شريكا وليس وسيطا ونحن نقبل أن مصر تتدخل في شؤوننا الداخلية ولا نقبل لأي طرف آخر أن يتدخل في شأننا الفلسطيني الداخلي لماذا؟ لأن مصر صاحبت يد نظيفة في السجل الكفاحي الوطني الفلسطيني ومصر قدمت الشهداء والجرحى والأسرة وكما قلنا خادت حروب إلى جانب الشعب الفلسطيني لذلك مصر تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في نيل استقلاله الوطني في قامة دولة المستقلة السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم بقوة رؤية حل الدولتين ويرى في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وطنية كاملة على الأراضي التي احتلت عام 67 وعاصمات القدس الشرقية مدخل لتوفير وبناء الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل في المنطقة 2023 كان معظم وفيه فيه 8 أو 9 حروب تمت ما بين إسرائيل وغزة من 2007 دلوقتي تقريبا يعني باستثناء الحرب الأخيرة نستبعدها دلوقتي كل الحروب دي مصري كانت وسيط أساسي فيها كانت بتتدخل على مراحل مرحلة وقف اطلاق النار مشاورات خدنا طويلة الأجل كان دايما بتقوم بهذا الترتيب يعني لمنع التصاعد العملية وانتشارها في الإقليم وعتبقى منها الصعوبة بعد كده من التعمل معها 2023 مصر كانت بالفعل تدخلت وبعتت معونات وشكلت لجنة للإشراف على تعمير غزة في نصف مليار دولار قصصتهم مصر لغزة في الفترة دي يتصرفوا على قاعدة تعمير غزة طبعا كل دا تدمر دلوقتي مع التدمير اللي بيحصل غير الطبيعي وغير المسبوك الفترة دي إنها مصر كان لها دور في عملية التعمير عملية التعليم اللي يجي تعلمه في مصر في جماعات مصر وفي الأصدر الشريف المساعدات والمعونات معبر رفح مفتوح للجميع في أي وقت السفر عن طريقه والدخول والخروج والتسهيلات حتى كمان كان نينا دور في معبر كرما أبو سالم بعتبرنا دقل على الحدوة المصرية مع إسرائيل نحنا كنت دائما بنتابع المعبر ونشوف أي تحسنات تمت فيه واللي عملية مشت زي مصر كان لها دور أساسي في هذه الموضوعات كيف تصدت مصر للمخاططات إسرائيل التي تهدف إلى تصفية القادير فلسطينية؟ يعني ده سؤال شامل جدا لأن مصر متصدية للقادير الفلسطينية من يوم واحد من قبل أن تقوم إسرائيل رسميا من قرار التقسيم زي ما حيك سمع تفضلتي أن قرار التقسيم 47 قبل قيام إسرائيل رسميا مصر كانت مشتركة في أعمال المقاومة ردا على رفض قرار التقسيم من هذا التاريخ ومصر متداخلة متداخلة في هذا الكلام بما في حرب 48 حرب 56 حرب 73 والصراع السياسي اللي فيه مقاومات وفيه مبادرات فالتصدي ده موجود من بدل مصر دولة مواجهة بالنسبة لإسرائيل دولة مواجهة في الوضع الحالي في الوضع الحالي لما نقول غزة نتكلم عن مشكلة غزة دولة المواجهة الوحيدة هي مصر حدود مباشرة حدود مباشرة يعني حتى الأردن لما بتحب تعاون بتبقى من خلال الضفة الغربية فالمرحلة دي مرحلة حساسة مصر قامت بدورها كاملا تصفيت القضايا الفلسطينية أحد الأهداف الرئيسية لإسرائيل يجب أن تعلم جميع الدول العربية هذا الأمر ليس مصر فقط وبالتالي تصدينا هذا الأمر بأكثر من مجال أو أكثر من مصر المصر الأول أن ندافع عن القضايا الفلسطينية في جميع المحافة الإقليمية والدولية ده أمر مهم جدا أنك دائما تتكلم عن القضايا الفلسطينية وتؤكد على أن حل القضايا الفلسطينية لن يتم إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة عسمات القدس الشرقية على حدود 67 وعسمات القدس الشرقية ما فيش لقاء بيقوم بيه الرئيس السيسي أي لقاء إلا ما تكون القضايا الفلسطينية حاضرة على الأولويات ده نقول لحضرتك خطاب التنصيب تعيسات الرئيس من أيام يعني خطاب تنصيب حتى فيه أيضا أهمية حل القضايا الفلسطينية إذن أيضا دايما بنأكد العالم ثلاثة أنه لا استقرار في المنطقة وده المبدأ إلى مصر لازم بتسوقه للعالم لا استقرار في منطقة الشرق الأوسط إلا بحل القضايا الفلسطينية حل عادل وشامل وهذا الأمر أعتقد وضح في الحرب الحالية أن مدامة القضايا الفلسطينية خارج إطار الحل لا أحد يتحدث عن استقرار في الشرق الأوسط نمر أربعة بنحاول نطرح حلول سياسية يعني لأننا أكتفي فقط أن نحن بتحرك في المحافل الدولية عندنا رؤية سياسية بنحاول مع كل الأطراف حل الدولتين حل الدولتين بالنسبة لنا ليس مبدأ فقط لكننا عندنا رؤية كيف يمكن أن نترجم هذا المبدأ إلى وقع الأرض نعمل خمسة أو ستة بنحاول أيضا نطلب الفلسطينيين بالتمسك بالأرض وهنا أنا أشيد يعني اسمحيلي من هذا المكان أشيد بالسكان الفلسطينيين في قطاع غزة الذين لازالوا حتى اليوم يتمسكوا بالأرض ويتمسكوا بوجودهم حتى في الخيام اللي هم عاشين فيها فده أمر برضو مهم جدا جدا كل هذه التحركات المصرية بتؤكد أننا ضد هذا المخاطط سات الرئيس أول حداث سبع عشر ما تمت أعلنها صراحة أن مصر ضد تصفية القضية الفلسطينية ونتحرك بكل المجالات السياسية الصادية الأمنية حتى نترجم هذا المبدأ على أرض الواقع باختصار كان فيه عملية نصب سياسي كبير وكذب ووعود كان إمنية منعقدة على عدم الوفاء بها ومفاوضات كانت من أغرب ما يمكن وضغوط ومحاولة قسم الموقف العربي بل محاولة قسم الوفود الوفد دولة معينة دولة واحدة يحاولوا يبقى فيها تيارات ما بين أعضاءها ومعلومات ومش معلومات وتقريب هذا وإبعاد هذا قصة طويلة عريضة في هذا الأمر حقيقة إنه تاريخ المفاوضات في التسعينات لم يكن تاريخا إيجابيا أبدا وده اللي مخلينا المرة دي نقول وننصح ونطالب ونظل نراقب إنه تكرار المفاوضات دي غير منصوح به واستماع إلى وعود معلومة إنها لن تنفس غير منصوح به والناس الرأي العام صاحي دلوقتي إنه حيقول وعدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإنه في ظرف سنة يبدأ التفاوض لإقامة دولة فلسطينية العنوان حيطلع عندكم بقى إقامة الدولة الفلسطينية وكل كلام التاني اللي حواليها يعني إنه عدم إقامة الدولة الفلسطينية دي هيبقى واضحة للناس خلاص مفيش مصداقية لأي كلام كده متركب على بعضه موضوع إنشاء حتعملوا إيه في الإرخاط والجاية هي إيه وإمتى وما هي يعني إحنا خدنا درس من المقاوضات السابقة دي إحنا كمصريين أنا كنت شايف ده بكل وضوح وده كان سبب غضبي الشديد جدا إزاء إسرائيل وإزاء الوفود الأخرى كان بتايد لأنه شايف إنه كلام مش ماشي كلام فاضي كثير من الوعود كانت مفيش حبرة بعضها حتى شفق كانت كلها وعود يعني تأخذ في الاعتبار سذاجة الطرف الآخر أكتب منها آآ شغل جد يعني بعضها أو القليل منها كان بحسن نية معانوية وهي إيه اللي طب حنحسن الموقف ده حنمشي بدلا الموقف ده عايز مية خطوة ومشي خمسة وأنا بقول خمسة دي ما نفعش تسعين فوصلوا لك لتلاتين برضو مش كفاية إنما يعتبر في ذلك الوقت يعني حاجة عظيمة من خمسة لتلاتين إنه إسرائيل مش هتعمل كده توقفت لمدة تسعة شهور عن بناء مستوطنة العجد إنما مجرد إنها تتوقف تسعة شهور يعني إنه اليوم التالي للتسعة شهور عندها كارت بلانش عندها تصريح واضح اعملي بقى لإنتها أعزاء التسعة شهور خلصة كلم ده ما كانش لا يصح أبدا تكراره لا يصح تكراره بس علشان نصل إلى سلام في دولة إسرائيل قائمة ودولة فلسطينية حقيقية قائمة يعيشوا سواء وإحنا كمان خلاص المجتمع العربي يرحب بيهم خلص القضية إحنا ما فيش بيننا وبين إسرائيل إلا الموضوع الفلسطيني لا نرجع بهذا إلى 200 سنة ولا 300 ولا ألف أبدا ده صراع سهل واضح مش هنتكلم فيه العرب والفرس أو العرب والعثمانيين أو العرب وكذا لا ده حاجة تانية ده قضية واضحة القضية الفلسطينية دولة فلسطينية ودولة حقيقية مش دولة أي كلام مزيكة وعلم دولة حقيقية كما قلت لكي للتوب بأنه كان هناك خطة إسرائيلية استراتيجية لتحقيق هزيمة استراتيجية للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية من خلال الضغط على الشعب الفلسطيني اليوم بما يقارب من 90 ألف طن من المتفجرات من تدمير ما معدله 75% من كل أشكال الحياة في قطاع غزة الصحة التعليم البنية التحتية منازل المواطنين الاقتصاد لذلك كان أيضاً هناك من أهم هذه الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية لمحاولة هزيمة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني هو التهجير القسري للشعب الفلسطيني مصر قالت بكل قوة وانطلاقاً من أمنها القومي انطلاقاً من مسؤوليتها القومية والدولية قالت أنه لن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية وأبقت جميع الخيارات مفتوحة لذلك مصر قامت بهذا الدور بشكل كبير وأيضاً تحملت عبء كبير وهو إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وفتحت بوابة كبيرة من خلال مدينة العريش ومن خلال مطار العريش لدخول المساعدات الإنسانية غير أن الاحتلال الإسرائيلي المجرم الذي استخدم الحصار القاتل كوسيلة من وسائل الإبادة الجماعية منع أو قوض إلى حد كبير من دخول هذه المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة أول حاجة موضوع التحجير أو النزوح الفلسطيني ده كان أبلغ رسالة أنه زي ما قلت في الأول أنه أي قضية هي شعب وأرض أنت لو هتصفش الأرض يبقى إذا ما فيش قضية لو هتصفش الشعب برضه مش هيبقى فيه قضية لازم الاتنين يفضلوا متلحمين ومتماسكين الشعب فوق الأرض وهو ده أنقص القاضية الفلسطينية في المرحلة الأخيرة ده ولكن برضه لازم نعود بالفضل إلى الشعب الفلسطيني نفسه لأن الشعب الفلسطيني هو كمان تمسك برضه ولم يترك الأرض تحت كل وابل الضغوط اللي هو تعرض لها والقصف والتدمير لم يعبر في اللحظة من اللحظات عن إحساسه بأنه يجب أن يترك الأرض وبالتالي حصل التوافق سياسي وفكري بين الشعب الفلسطيني والإدارة المصرية بأنه يجب أن يحافظ على الأرض وعلى الشعب حتى تزل القضية الفلسطينية باقية وحية أيضا الدولة المصرية بتقوم بجهود دلوقتي عشان يقوم فيه أطراف بعضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة وده جهود برضه صعبة وطبعا هتصاب أحيانا ببعض الإخفاقات نتيجة الفيتو الأمريكي المتوقع إذا طرح الأمر أمام مجلس الأمن فإذا أنت بتتحرك على عدة مستويات ومختلفة هذه المستويات وفي نفس الوقت بتحاول أن تجبعي جماح القوة المعاشمة الإسرائيلية في أنها لا تدخل رفع في المرحلة الحالية لأنه ده يؤدي إلى خسار إنسانية كبيرة جدا وبالتالي إحنا تحركاتنا كلها الحقيقة في هذه القضية وهي تحركات في مجال صعب وأشواك وحقول ألغام ولكن قدرنا أن نحقق الكثير فيها ده موجود بقى سجلات واسعة كبيرة جدا في الأمم المتحدة في المنظمات الدولية المختلفة سعينا بأشكال كبيرة جدا أن يكون لفلسطين تواجد في المنظم يعني الأهم المتحدة دي متفرعة جدا لمنظمات عديدة وكل منظمة عديدة لها منظمات فرعية ده خلنا يعني سعينا مع دول عربية أخرى أحيانا مع الدول الاشتراكية زمان لكن اسم مصر الواحد وعندما تسعى في أمر ما في هذا الأمر يعني بيبقى مسموع ومسموع بجدية كبيرة لأن احنا بنحاول دايما أن نقول أنه ده كويس للإسرائيليين والفلسطينيين ولينا لبقية المنطقة وبالتالي بقية العالم نعم يعني بداية هذه الحرب عندما بدأت هذه الحرب بعد السابع من أكتوبر لو لاحظنا البان الذي صدر من وزارة الخارجية صدر البان يقول بأن مصر أن إسرائيل تقوم الآن بتصفية القضايا الفلسطينية ومصر ستقف بكل حزم ضد هذا المخطط ولن تسمح بأن تنفذ إسرائيل هذا المخطط بعد ذلك دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي العقد قمة القاهرة للسلام هنا وشارك فيها أكثر من 30 زعيم ورئيس ورئيس وزراء والأمين العام الأول المتحدة وأمين عام جماعة الدول العربية وبعض المنظمات الدولية وتم بحث هذا الموضوع وأرادت مصر أن تحاصر هذه الحرب ولكن كان الجانب الأمريكي والجانب الغربي مصر على تحميل ما حدث إلى المقاومة الفلسطينية وبالتالي رفضت مصر لأن أكدت مصر بأن ما حدث في 7 أكتوبر هو عبارة عن رد فعل طبيعي للتعنت الإسرائيلي 75 سنة من الاحتلال 75 سنة من القهرة والحصار بالتأكيد هو الذي أدى إلى انفجار الوضع في قطاع غز وبالتالي رفضت مصر تحميل الجانب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية المسئولية وصدر بيان رئاسي عن مصر في ختام هذه القمة أكد بأن مصر لن تسمح بموضوع التهجير وستدافع عن أمنها القومي بكل ما أوتت من قوة واضح تماما كل الشكر والتقدير لمصر الشقيق الكبرى وللشعب المصري الشقيق على هذه المشاعر الدافئة الطيبة تجاه الشعب الفلسطيني وعلى هذا الالتفاف الوطني المصري حول الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والشكر الكبير للقيادة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عم فتاح السيسي الذي وقف سدا منيعا أمام تنفيذ مخطط التهجير وإفراق قطاع غزة من أهله وسكانه وأصحابه التاريخيين وأنا قلت سابقا أن من خرج من غزة قلال العرب إلى مصر ومن مصر إلى العالم الخارجي جاء في إطار الاحتجاجات الإنسانية الضرورية للسفر وليس في إطار مخطط التهجير لذلك نحن نشكر مصر على هذا الموقف المصري الوطني القومي الأسيل الذي ثبت ورسخ الوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية وأسمح لي أيضا من خلالكم أن نتوجه بالتحية والتقدير إلى المواطنين الفلسطينيين الصامدين على الأراضي الفلسطينية في ظل هذه الحرب الشرسة وكل التقدير أيضا للقيادة الفلسطينية بقالة فخامة الرئيس محمود عباس الذي قال لن نترك أرضنا ولن نغادر وطننا وكل التقدير لهذا المواطن الفلسطيني الذي يتمسك بالبقاء بجوار ركام منزله وعدم مغادرته وعدم الاستجابة لأي مغريات مقدمة من أي طرف وإلى هنا مشاهدين الأعزاء تنتهي سلسلة حلقتنا التاريخية عن فلسطين الأبية التي وثقت مراحل مهمة في التاريخ الفلسطيني على مدار العقود الماضية وصولا إلى الوضع الحالي ويبقى السؤال متى ينتهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط قريبا يا فلسطين سوف يكون هناك فجر مشرق بعد الليل الحزين الطويل سوف تشرق شمس الحرية مرة أخرى يا فلسطين وستبقين القمر الذي ينير الطريقة إلى الحرية المرتقبة صبرا فلسطين إن للفوز موعدة فإلا تفوز اليوم فانتظري غدا كنت معكم أنا أمل الحناوي دومتم في أمان الله يعني كده يا جد حلقات تاريخ فلسطين خلصت؟ لا يا حبيبتي الحلقات الوصائفية بس هي اللي خلصت إنما تاريخ فلسطين لسه مخلص هيفضل عايش في قلوبنا لحد بأرض فلسطين كلها ما ترجع لأهلها أنا نفسي هزور فلسطين يا جد إن شاء الله يا حبيبتي هنزورها كلنا ونتصور هناك ونشوف أهلها الأبطال إن شاء الله حلصول في المزجد الأقصى إن شاء الله يا زهرة المدائن يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة يا قدس 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 اشتركوا في القناة